السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم جميعا وحلقة مهمة هنكلم فيها عن السبب الرئيسي للكبد الدهني والسكر وارتفاع الضغط وارتفاع المقرس وايه السبب اللي خلانا نوصل للمرحلة دي ودي طبعا من الحلقات المهمة جدا واللي هي يجب ان احنا نعيد ونزيد فيها على قد ما نقدر ليه لان السبب الرئيسي في جميع الامراض طبعا هو مقاومة الانسوليد وناس كتيرة جدا الى الان ما هيش عارفة يعني ايه مقاومة للانسولين الانسولين ده بيفرز من البنكرياس البنكرياس ده عضو موجود في البط وبيبقى محاط بالعضاء التانية وطبعا البنكرياس مش بس بيفرز انسولين لا ده بيفرز كمان حاجات الهضم نفسها يعني الانزيمات اللي بتهدم الاكل بتطلع من البنكرياس فالبنكرياس بيفرز الانسولين وبيفرز الجلوكاجون وده مهم الانسولين ينزل السكر والجلوكاجون يرفع السكر ميزان كل حاجة معمولة بميزان لو السكر هبط البنكرياس تصلى على الجلوكاجون يروح رافع السكر مقاومة الانسولين من الحاجات الخطيرة جدا اللي بتمشأ معاك من الصغر الاطفال وهم صغيرين الام والاب بيهتموا بالاكل بتاعهم عشان يتخنوا وعشان يبقوا يقول لك ده صحيته كويسة والعكس هي دي اللي بتنشأ من الصغر مقاومة للانسولين على طول الماكرونة والحلويات والشيبسيات وكل الحاجات دي كلها بتبقى هي المنزرة لمقاومة الانسولين مجرد ان انت تبدأ تأكل ابنك الحاجات دي والمواد اللي هي الحافظة والحاجات اللي هي الاكلات الجهزة انت كده بتنشأ ابنك من تصلب شرايين ومقاومة انسولين وعرضة لارتفاع الكولوسترول وامراض كتيرة وكابت دهني من وهو طفل صغير مقاومة الانسولين مش بس هي العامل الخطير لا ده فيه كمان الولد هيبقى وزنه زي طيب ليه تعمل دهون على الكبد هو ده اللي احنا هنوضح الكبد هو حمال الاسية بيعمل وظايف كتيرة جدا الكبد اول ما يبدأ يشتغل بيحب الكبد الخضار لما بتيجي تاكل سكر سيما قلنا قبل كده رغيف العيش والمكارونا والحلويات الجسم بياخد الحاجة دي وبيحولها الى دهون على الكبد دهون الكبد وتتخزن مع الوقت الكبد بيبقى عمل زي الغرف كده تملى غرفة بخزين ملتها على الاخر تعمل غرفة تانية والكبد عضو غير مهيئ انه هو يعمل يستقبل الدهون ويخزن هو مش دي وظيفته الكبد بيعمل وظايف تانية زي صناعة القلب من المهم للضغط بتاع الجسم كله الاسموزي بتاع الجسم اللي هو المية والسوايل تمشي بمقدار معين بحيث انه ما تقلش ولا تزيد يعني الكبد لما بيعتلاقي الواحد استسأل زهرت في بطنه ورجله تورم ويروح يشتره قبرت قلبه من غالية جداً عشان يضوها للمريض فالكبد مش مهيئ انه هو يحتفظ بالدهون لفترة طويلة فالله بيحصل انه بينشئ غرف جديدة ويبدأ يتشحم اللي اتشحم الكبد بيوصلوا لمرحلة انه هو خلاص مش عارف يشتغل يوم يبدأ يدخل في مراحل تلايف والتلايف ده بعد كده بيحتاج لزراعة الكبد مقاومة الانسولين في الحالة دي الجسم بيطلع من البنكرياس حاجة اسمها كومبانساتوري ميكانيزم يعني عامل كومبانساتوري علشان كومبانساتوري يعني تعويض يوم البنكرياس يطلع انسولين زيادة لان المشكلة انه هو بيحول السكر اللي بناكله في الاكل بتاعنا للكبد عشان يحولوا الطاقة فالكبد خلاص اتقفلت السكة قدامه فييجي يدخل الانسولين يروح المستقبلات اللي على كبد تقول لا متشكرين انا مش عايز سكر تاني يوم السكر يبدأ يعلى بالتدريج في الدم يبدأ المريض يروح للتحليل المعمل او في البيت يلاقي السكر الصايم يبتدى يعلى شوية المفروض الطبيعي بتاعه اقل من مية فوق المية مية وخمسة مية وعشرة يبدأ يزيد يوم يقول له ده انت في مرحلة ما قبل السكر ياريت الواحد يبطعس في الحتة دي ويقول ايه تمام انا كده تمام انا في مرحلة ما قبل السكر يبقى انا خلاص اخد بالي اه انتبه او اعمل اي حاجة لا ده المشكلة انه هو بيستمر وبيبدأ بقى العادات السيئة اللي معانا في كل بيت ان الغدا لازم يبقى فيه رز الطمر بعد الغدا تلاقي الطمر والقهوة العربي محتوطين وتاخد واحدة اتنين تلاتة لا ده بتاخد عشرة وتبدأ الامور تتفاقم لغاية ما الكبد والبنكرياس بيجيبوا اخرهم جابوا اخرهم بيبدأ يظهر السكر نفسه يبدأ يعلى بالتدريج لغاية ما تروح تعمل تحليل التراكومي يبدأ تقول لك ده بقى ستة ونص ودي كده السكر طبعا التراكومي من اربعة لسبعة لخمسة وسبعة من عشرة ده طبيعي وبعد كده من الخمسة وسبعة من عشرة ستة واربعة من عشرة ده مريض السكر بيبدأ مقاومة الانسولين تعلى يقوم اليوريك اسد الحمض اللي هو النقرس يبدأ يزيد لان الاخراج بتاعه مع مقاومة الانسولين بيقل يقوم اي مريض سكر يروح يعمل تحليل يلاقيه النقرس عنده عالي فده مش نقرس هو ده ارتفاع في اليوريك اسد اليوريك اسد يأثر على الكلية الضغط تبدأ تتأثر لان الانسولين والسيمباساتيك اوفر اكتيفتي فيه الحاجات اللي هو جهاز السيمباساوي اللي في الجسم يعمل دق في الشرايين والضغط يبدأ يعلى بالتدريج في علاقة ما بين الضغط والسكر الى الان مش معروفة لكن دايما تلاقي مريض السكر بيرتفع عنده الضغط ممكن من التوتر ممكن من الاكل والشرب ممكن من حاجات الكولسترول العالي يبدأ بقى المريض دي يتحول بعد كده الى كولسترول الكولسترول بيحصل له نوع من انواع الاكسادة الاكسادة في ال L D L ال L D L هو لايبو بروتين يعني هو المركب اللي بيشيل الكوليسترول هو مش كوليسترول هو المركب اللي بيشيل لان الكوليسترول ده دهون ما بيدوبش فيه الدم. بيحتاج لمركب بيشيل فيه. فالل دي الل اللي هو الخبيث اللي احنا بنسميه. بيبدأ يتاكسد وهي دي الخطورة بتاعته. اول ما يتاكسد بيبدأ يوصل لمرحلة ان هو يأثر على الشرايين بتاعة الجسم. ويبدأ الكبد ما يخدوش. يبدأ الال دي اللي يعلى في جسمنا. عشان كده. دي بتسبب لنا مشكلة كبيرة آآ جدا. ويبدأ السكر يحصل. وبيحصل بالمضاعفات بتاعته. المضاعفات بتاعته اللي هي الشبكية. العين تتعب والمية البيضة. ويبدأ الضغط بتاعه يزيد. ويبدأ الكلسترول يعلى. ويبدأ اليوريك اسد اللي هو النقرس يزيد. وتبدأ تترصب في الكلة. ويبدأ الكلة كمان تتأثر فيه الموضوع ده. وتبدأ وزايا في الكلة يحصل فيها خلل. يقوم الاجسادة اللي بتحصل في الدم. تأثر على المصفة بتاعت الكلة. ويبدأ الزلال يزيد في البول. ويبدأ مع الوقت بياخد صحيح سنين. لكن بتبدأ بقى لما السكر ما هو المريض مش عايز يتعالج ولا عايز يعترف بالعلاج ولا عايز يعترف انه عنده سكر ولا يقول لك امش عايز علاج. يوم يبدأ يروح بقى في القصة دي للمشوار طويل لغاية ما يوصل الى الفشل الكلوي. انا عارف ان انتو دلوقت المشاء الله الثقافة زادت والوعي الصحي زاد. فالحالة دي نبدأ من الصغر مش من الكبر لا من الصغر. لازم نعرف كويس جدا ان اهم حاجة ان انا احارب مقاومة الانسولين من بداية الصغر ان انا عود الطفل ان هو ياكل اكل صحي الخضار اكتر حاجة الكربوهيدريت والحالويات والشوكولاتات والحاجات دي كلها غير صحية تماما. يعني المشكلة ان هو الطفل ما بيأكل بيأكل كمية كبيرة. ويبدأ يتعود ويحصل تساوز في الاسنان ويبدأ لسة وتتعب ويبدأ يدخل في مشاكل كتير وفهمه في المدرسة بيقل. استهلاك الماغنسيوم والزينك والمكملات اللي احنا دايما نتكلم عليها بتزيد جدا لما بيكون بناكل حلويات. الحلويات بتخليك عرضة للسرطان كمان. يبدأ الانسان جسمه كمان مع الحلويات. لان الخلايا السرطانية بتحب جدا انها تاخد سكريات كتير. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر ومقاومة الانسولين بتعمل مشاكل كتير. يبدأ دايرة تلف كاملة. طبع عشان نقطع الدايرة دي من الصغر. ولما ييجي يبدأ الشخصي يعرف ان هو عند سكر لابد ان هو يمتنع تماما ويغير نمط الحياة بتاعه بشكل كبير. لان دي هتدخله في مرحلة من المضاعفات هو يغنى عنها. لازم نفهم كويس جدا ان المرحلة دي لابد انها تبقى فيها نوقف واقفة شديدة معها على اساس ما نوصلش لمرحلة الالتهابات ومرحلة المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض السكر. مريض السكر اللي في الحالة دي بيبقى علابه ومشي الانسولين. وعلاجه مش الحبوب. لان ما بياخد الحبوب اللي بيحصل ان هو بيدخل في الهبوط في السكر يوم يبدأ ياكل تاني يوم يقول لك الحقن بالطمر الحقن بالشوكولاتة الحقن بالسكر. ففي الحالة دي بيبدأ مقومة الانسولين تزيد عن حدها. بيبدأ تاني يرجع تاني المريض يبقى العلاج بتاعه ومشي الحبوب لان الحبوب هتضغط على الخلايا وتخليه دخل سكر في الكابت غزبا عنه. فبينتج عن كده ان المشكلة الرئيسية بتزيد. بيبدأ يروح للدكتور ويقول له طب هنهديك انسولين علشان نبدأ ان احنا نعالج الموضوع. يبدأ مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين تبدأ تزيد 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 والمضاعفات عمالة آآ تزيد. في الحالة دي انا بقول لكم لأ ده الصح ان انا اقلل الاكل بتاعي مش ازود الاكل. وابدأ الصيام المتقطع بتاعي اللي هو ستاشر ساعة في اليوم اللي احنا قلنا عليه ومنهم تمن ساعات النوم وفي خلال الفترة دي ممكن اشرب سوايل اشرب قهوة اشرب شاي اخضر اشرب شاي العادي. والسلطات في الاكل لما نكتر السلطات البوتاسيان بتاعنا بيزيد. وفي نفس الوقت كمان الضغط بيتزبط. مقاومة الانسولين هي قافة العصر. مقاومة الانسولين هي بقت محور المؤتمرات اللي بنحضرها كلها. مقاومة الانسولين بقت هي اساس الامراض كلها. ارجو ان يكون اللي محاضرة النهاردة استفدتوا منها وان شاء الله هنتابع مع بعض حلقات كتيرة عن مقاومة الانسولين. هو لازم يكون فيه حلقات كتيرة. انا بشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعا.